صدق المجلس الحكومي على أربعة مشاريع مرسيم تقضي بتغيير المادة الأولى من المرسيم المتعلقة بتكوين وطريقة عمل الهيئة الاستشارية الوطنية تلاتية التركيبة النص الأول عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة سير المجلس النص الثاني يهم أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية سير المجلس المجلس التالي تحديد كيفية تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة بمقاولة تشغيل مؤقت أما الرابع فيهم أعضاء المجلس على الإنعاش تشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية سير المجلس مجلس الحكومة صدق أيضا على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المعماريين المشاركة بين الوزارات ويهدف هذا المشروع إلى تسوية بعض الإشكاليات المطروحة من إجراء تحديد كيفية احتساب حصيص الترقي بشكل صريح وواضح فيما يهم الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى ودرجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى بناء على مناقشة رسالة كما صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالماء في استيغاته الجديدة المشروع يهدف إلى تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتتمين مياه الأمطار والمياه المستعملة فضل عن تقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه تقوية وضعية